انت لسه هتعبلي الكنافة الوحديها والجلاش كامل لوحده لا 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 تعالي بقى اقولك هنعمل النهاردة الاتنين مع بعض بس الطعم هيكون حكاية وعايز اقولك كل اللي هيدوها عندك هيبقى منبهر بالطعم اول حاجة معي ربع كيلو من الكنافة ومعايا لفة جلاش هبدأ الان اقطع لفة الجلاش بالشكل دوت كده هقطعها نصين صليتي على الرسول طب يلا صلي على الرسول في الكومنتات علي افضل الصلاة والسلام بعد كده هجيب لفة الجلاش بعد مقطعتها نصين هحطها كده في فوطة علشان ما تنشفش معي هجيب ورقتين وابدأ اللي انا احط عليهم شوية كده من الكنافة طبعا مش هدي هنسامنة ولا اي حاجة طب الكنافة نية هتبقى طعمها مش حلو لا هتبقى حلوة ان شاء الله والطعم هيكون حكاية بعد كده رشت بكسرات لو انت حبة لو مش حبة خلاص هجيب بقى معايا عصاية الششتة وجدية ولفت عليها ستريتش ريب علشان خاطر بس ايه تبقى سهلة معايا اللي انا اعملها على طول وطلحها من الجلاش بعد ما لفت الجلاش هبدأ اللي انا اكرمشه بالشكل ده كده تعالي نعمل واحدة تانية مع بعض ونشوف النتيجة عاملة ازاي طبعا بتحطي طبقة كده حلوة من الكنافة وبعد كده بتحطي رشت مكسرات ممكن تستبدل المكسرات بفول سوداني او جست الهند او شوية زبيب او ممكن ما تحطيش حاجة خالص ببدأ اللي انت تقفلي بس وانت بتقفلي كده بتضغطي كويس جدا عشان خاطر تبقى اللفة محكمة وبتدقي بقى الكرمشي كده لفت الجلاش عشان في النهاية لشكل يكون حلو بعد كده هقطع كل واحدة اثنين تقدر يتقطع كل واحدة ثلاثة على حسب ما انت عايز هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة هجيب صانية وادهنها بالسمنة ايا كان بقى الصانية اللي انت هتستخدميها لو صانية الامونيوم برضو هتبقى جميلة بعد كده هرص بقى الجلاش معايا بالشكل دوت كده عكس بعض علشان خاطر يستوي معايا من جوه ويكون طعمه حلو معايا كده حوالي ربع كوباية من السمنة يعني بمعدل اربع معالي سيحتهم في الميكرويف وهبدأ اللي انا اسقي بيهم الجلاش بس تتأكد اللي الجلاش تساق كله بالسمنة هدخلهم الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة متين وهسيبهم لحد ما يستوي وده وكن شكلهم في النهاية وطبعا العسل او الشرباط عسل تقيل كنا عاملينه مع بعض قبل كده بعمل اتنين كيلو من السكر وبشيلهم عندي واول ما اجا اعمل حلويات بعمله بقى ايه بحط كده المقدار اللي انا محتاجه وابدأ اللي انا اسقي بيه الحلويات اللي انا عاملها انت كمان اعملي كده هتسهل على نفسك الحلويات قوي لو عايزة طريقة السيرب او الشرباط قوليلي في الكومنتات هنزل هيلي ده كده بقى الجلاش بالكنافة طعمه حلو جدا اعمليه للولاد سهل وبسيط والموضوع هيبهرهم ان شاء الله تعالي كده بعد ما ايه برد معانا شوية تعالي نطلع كده ونشوف بقى الكنافة من جوه اخبارها ايه طبعا لو عندك عزومة او معزومة عند حد تقدر تعمليه وتغذيه معاك الموضوع هيكون جنين طبعا تقدري في الوقت دوت ترش على وش جسد الهند كده او شوية مكسرات هيبقى حلو قوي طبعا ما قرمش بقى من بره وطري من جوه والكنافة مدية طعم حلو جدا ومورق كده ويطعمه حلو قوي وشكله كمان احلى وطبعا ليك حرية الاختيار في الحجم بتاع الجليش عايزها كبيرة صغيرة برحتك خالص انا فضلت اللي انا اعملها كده حجمها متوسط عشان خطر الولاد ده كده شكله في النهاية حبة تزويدي عسل برحتك انا حطيت حوالي كباية من الشربوت ما تنسيش بقى تعملي متابعة للصفحة وتقولي لي بتتفرج علي منين وكمان تعملي وتصوري وتبعته لي بجدها بقى فرحانة جدا لما تصوري وتبعته لي بحبكم في اللي وسلام عليكم